السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل من كان مؤهلاً لترجمة معاني آي القرآن الكريم فإذا كان في آية أكثر من معنى واختلف المفسرون في تفسيرها فكيف يختار المترجم قولاً ليترجم الآية يا إخوان الترجمة ما هو اللي يترجم يفسر القرآن المترجم يأتي بكتاب من كتب التفسير موثوق كتاب موثوق فيترجمه ولا يترجم من عنده ما يترجم من عنده وإنما يترجم تفسيراً من التفسير الموثوق ولهذا يسمى ترجمة معاني ما هي ترجمة القرآن ترجمة معاني القرآن الكريم ولا يعرف معاني القرآن الكريم إلا المفسرون المحققون أما المترجم فإنما هو مجرد ناقل من لغة إلى لغة أخرى فلا يترجم ويفسر من عنده وقد حصل غلط كثير من هؤلاء في ترجمة القرآن بسبب أنهم يعتمدون على فهمهم حصل غلط كثير في التراجم بسبب هذا نعم ترجمة نانسي قنقر